يعني كل واحد بيسلم للتاني زي ما قال هاني من الصبح وهذا يعني موضوع ايجابي انا موضوعي صعب بصراحة يعني اتورطت فيه لانه التشبيك وشبكات التواصل المتنوعة وستراتيجيات العمل السياسي شيء يتعلق بالتنبؤ بالمستقبل اكثر مما يتعلق باعادة مراجعة التجربة الماضية وبالتالي ينطوي ربما يعني على اجتهاد هنا وهناك وهو ايضا يعني يبدو من شقين فالتشبيك وشبكات التواصل هي تفترض ان هناك محاولة للشمولية في الاتصال في ظل واقع مجزئ واستراتيجيات العمل السياسي ايضا تفترض ان هناك ميل باتجاه يعني تبني استراتيجيات للعمل السياسي بالمعنى الشمولي ولكن في واقع مجزئ وفي ظل سياسات ايضا يعني مفصلة على مقاس هذا الواقع المجزئ وهذا الاشكالية اللي في عنوان يعني مداخلتي هي ايضا مستقام من الاشكالية في عنوان المؤتمر نفسه يعني مؤتمر الحركة الوطنية الفلسطينية والفلسطينيون في اسرائيل بمعنى هو يتحدث ليس عن العلاقة ما بين الفلسطينيون مثلا في الضفة الغربية وقطاع غزة واشتات والفلسطينيون في اسرائيل هو يتحدث عن الحركة الوطنية الفلسطينية بما هي تعبيرات سياسية وعن يعني الفلسطينيون دون ان يشير الى التعبيرات السياسية ايضا الموجودة للفلسطينيين في الداخل وهذا ايضا يحيل على اشكالية اكثر تعقيدا يعني هل يمكن الحديث عن تواصل ما بين حركة وطنية وبين فلسطينيين بالقبض عن تعبيراتها تعبيراتهم السياسية والوطنية المختلفة وهل يمكن الحديث عن حركة وطنية تعتبر ضمنا وكأنها تعبر عن نظام سياسي فلسطيني انا ازعم انه غير قائم تاريخيا وما بين حركة انجاز التعبير وطنية وكاد ان يقولها اخونا عادل صباح الحركة وطنية في الداخل في اي نظام سياسي تعمل وبالتالي اذا كانت الفرضية ان هناك اشكال من التعبيرات السياسية تفعل فعلها في نظامين انجاز التعبير السياسيين فهذا الامر يحيينا الى تعقيد اخر عن وجود من التعبيرات من الفعل السياسي والاجتماعي للفلسطينيين في الشتات تفعل فعلها في الشتات في ظل ايضا يعني نظم سياسية هي غير يعني فلسطينية بس في كل الاحوال ما هو يعني مشترك عندما نتحدث عن التشبيك انه مجمل التجمعات الفلسطينية سواء في الضفة الغربية في قطاع غزة في الداخل او حتى في تجمعات الشتات هي تعمل تحت يعني في ظل اليات من من السيطرة والتحكم والهيمنة تختلف وايضا هي تنتج خصوصيات لهذه التجمعات الفلسطينية بما في ذلك يعني الفلسطينيين اللاجئين يعني في البلدان العربية وان كان هناك خصوصية للموجدين في نطاق فلسطين التاريخية باعتبارهم تجمعات موجودة تحت نفس نظام السيطرة نفس نظام السيطرة العسكري العنصري ولكنه ينتج آليات لاستمرار هذه السيطرة وخصوصية كل تجمع بما في ذلك في الضفة الغربية اي تتنوع اشكال الانتاج السيطرة في الضفة الغربية في التعاون مع المقدسيين اي المواطنين الفلسطينيين اصحاب اوية الاقامة في داخل القدس ومع الفلسطينيين المقيمين في انحاء الضفة الغربية بما في ذلك ايضا في الضفة الغربية نفسها اعطاء تصريح خاصة للوصول الى بعض المناطق التي باتت معزولة يعني خلف الخلف الجدار اما في الداخل فالاخوان تحدثوا كثيرا عن يعني آليات السيطرة التي يعني تنتج بوسائل من القمع وصولا الى قونة العنصرية في في الداخل هذا الامر يعني انه بالقدر اللي احنا من ناقش فيه موضوع الشبكات التواصل على المستوى العالمي حاليا بما يعني يدخل فيها من قضايا ربما خارج نطاق نقاشنا حاليا مثل المؤشرات المعرفية المطلوبة لتعزيز استخدامات شبكات التواصل الامية البطالع الوضع الاقتصادي الرفاهية غير ذلك من المؤشرات وهي ليست حديثنا يعني هنا ولكن نحن لندما نتحدث عن الموضوع في الحال الفلسطيني فله خصوصية تنطلق من الحال الفلسطينية يعني نحن نستخدم اليات وشبكات التواصل لكي نعزز علاقة ما بين تجمعات او مجتمعات فلسطينية مجزئة وهذا هذا يطفي يعني اهمية لاستخدام هذه الادوات في الحالة الحالة الفلسطينية بعود يعني وأنا بتحدث عن هذه الوسائل الاتصال والتشبيك لبداية مداخلتي يعني كيف يمكن أن نتحدث عن تواصل ما بين تجمعات عمليا يعني هي مجزئة وما هي المشكلات التي تواجه يعني هذه العملية التجربة الأخيرة للمجموعات الشبابية بشكل خاص في الضفة الغربية وفي قطاع غزة وفي مناطق الشتات يعني وخاصة في لبنان بتظهر يعني مدى انعكاس يعني هذا التجزيء إنجاز التعبير والتشتيت وعدم الوحدة على نشاط وفعالية المجموعات الشبابية من خلال العنصر الأول وهو الشعارات الشعارات والأهداف التي رفعت من قبل المجموعات الشبابية في كل تجمع ففي حين في الضفة الغربية كان الشعار الأبرز الأبرز عموما هو شعار انهاء الانقسام وانهاء الاحتلال في قطاع غزة أيضا هم دفعوا باتجاه هذا الشعار في الشتات تم رفع شعارات من نوع من أجل انتخابات للمجلس الوطني الفلسطيني وعد بناء منظمة التحرير وبعض المجموعات في الضفة الغربية وخصوصا مجموعة الحراك الشبابي المستقل التي تصمت على المنارة رفعت أيضا شعار يتلاءم مع ذلك مجمل هذه الشعارات كانت تعكس في الواقع خصوصية وأولويات كل تجمع فلسطيني أي أنهم في الخارج كانوا يروا أن الأهم بالنسبة لهم ليس انهاء الانقسام بقدر إعادة بناء منظمة التحرير والتمثيل الوطني السياسي للفلسطينيين في قطاع غزة كان يعتقدوا أن إنهاء الانقسام وأنا تحدثت كثير مع مسؤولين عن المجموعات الشبابية كانوا وجهة نظرهم أن هذا الشعار هو مدخل لإنهاء الحصار وليس مهم كيف إنهاء الانقسام المهم أن ينهاء الحصار عن قطاع غزة وبالتالي هذا همهم كان هذا الموضوع وليس بالضرورة إعادة بناء الحركة الوطنية الفلسطينية وهكذا يعني بضمن الشعارات ما يهمني أنا في تجربة المجموعات الشبابية ليس وسائل القمع والاحتواء والترهيب والترغيب التي تعرضت لها هذه المجموعات بل هذا الموضوع بشكل خاص يعني هذا التباين إلى درجة التناقض أحيانا في الشعارات التي رفعت والتي أدت في نهاية المطاف إلى إما احتوائها أو استعابها من قبل السلطتين في الضفة الغربية وفي قطاع غزة ففي نهاية المطاف لم يكن أحد ضد إنهاء الانقسام بما في ذلك داخل حركة حماس وحركة فتح وبالتأكيد بالنهاية لا يوجد أحد ضد إنهاء الاحتلال ولم يجرؤ الشباب الذين ذهبوا إلى حد بعيد في التفكير من خارج الصندوق يعني من خارج آليات تفكير وفعل الحركة الوطنية التقليدية لم يجرؤوا على رفع شعارات أبعد من ذلك لتتماهى مع الشعارات التي رفعت في إطار الربيع العربي وخاصة في تونس ومصر من نوع إسقاط النظام فهنا كان من الصعب تحديد سلطة يمكن أن يوجه إليها هذا الشعار لإسقاطها وهل المقصود سلطة ضفة غربية أم سلطة قطاع غزة أم السلطة التي تعيد إنتاج آليات السيطرة النصرية والعسكرية على السلطتين يعني في واقع الحال أي الاحتلال سلطة الاحتلال الإسرائيل هذا الموضوع كان مربخ ولكن أنا برأيي كان يمكن التفكير بشعارات أخرى أخرى باتت مطروحة الآن من نوع الشعب يريد حل السلطة على سبيل المثال يعني في الضفة الغربية وفي قطاع غزة وربما يتطور هذا الشعار في خلال الفترة المقبلة وأنا لست من دعاة حل السلطة يعني أنا مع إعادة التفكير بشكلها ووظائفها ولكن أنا أقول شو اللي ممكن يسير في الفترة المقبلة هذا التنوع في رفع الشعارات برأيي كان يعكس الواقع المجزأ الفلسطيني الناجم أساساً عن عدم وجود مشروع وطني أنا لا أعتقد أن هناك مشروع وطني مشروع وطني بالمعنى اللي بحكي عنه أنا الوطني بالمعنى الناسين الناسينال القومي يعني وليس المشروع الوطني المعنى المشروع السياسي أو الباتريوت يعني هذا المشروع غاب وتحول المشروع الوطني إلى مشروع سياسي إلى مجرد مشروع سياسي وكان يعبر المشروع السياسي ليس عن تكيف في أسليب النضال والأهداف السياسية وتأقلم مع نتائج ميزان القوى المختل باستمرار لصالح إسرائيل بل كان يعبر أيضا عن تكيف وتأقلم الحركة الوطنية نفسها مع نتائج المشروع الصهيوني قد يكون هذا الحكم قاسي ولكن أنا أصر عليه وهذا لا يعني أننا نتحدث فقط عن التيار المركزي في الحركة الوطنية الفلسطينية يعني قيادة منظمة التحرير أو حركة فتح أنا أتحدث عن جميع أطراف الحركة الوطنية الفلسطينية بما في ذلك معرفة باسم المعارضة في داخل منظمة التحرير وأنا أزعم أن هذا التكيف الذي تعمق في محطة 1988 استمر بعد ذلك وهو يعبر عن محاولة للتأقلم مع نتائج المشروع من خلال الحديث حتى عن وحدة الشعب وسمعناها صباحا مرات عديدة دون ربط ذلك بالإقليم بالجغرافيا يعني كيف يمكن الحديث عن وحدة الشعب وعن برنامج وطني بالمعنى الهوية والقومية دون أن أربط ذلك بنطاق جغرافي محدد لذلك أنا برأيي أنه فقدان هذا المشروع الوطني القومي إنجاز التعبير الذي يتحدث عن الهوية ويربطها بالجغرافيا هو الذي أدى إلى بنشده حاليا من تأقلم في التجمعات الفلسطينية المختلفة وخاصة في الضفة الغربية وقطاع غزة مع النتائج التي يفرضها تقدم المشروع الاستيطاني على أرض الواقع وهذا التفسير لما ذكره بتقديري يعني الأخ هاني قبل قليل في التراجعات التي ربطت ما بين يعني وصلت إلى 1-2-4-2 ومن ثم ربط 2-4-2 والحدود بتبادل الأراضي أي محاولة لإيجاد حالة من تكييف المشروع السياسي نفسه على مقاس ما هو متاح ما هو متاح مما تبقى من جغرافيا للفلسطينيين لذلك هذا الحل الذي يسمى حل الدولتين هو حل يعني يمتلك ديناميكيات متغيرة باستمرار يعني هذا الحل لم يكن كما كان في الثمانية وتمانين ولن يكون كما هو الآن بعد عشر سنوات هو حل يتغير بتغير المشروع الصهيوني على الأرض النتيجة المنطقية لذلك أننا في سياق هذا التشبيك والتواصل لا يمكن في الواقع لا يمكن الحديث عن إمكانيات للتواصل وعن استراتيجيات للعمل السياسي بدون أن نتحدث عن وحدة للشعب بعلاقتها بالجغرافيا يعني بعلاقتها بالوطن لا يمكن أن نبقى نتحدث عن وطن الضفة الغربية وقطاع غزة بوصفة يعني وطن لجزء من الفلسطينيين ونتحدث عن إسرائيل بوصفة وطن للفلسطينيين في الداخل فلسطين التاريخية هي وطن كل الفلسطينيين وهذا يحيينا إلى خطاب التاريخي اللي بديش أدخل فيه أنا يعني كثير ولكن سأخذ ما يهمني في موضوع التواصل وهو ضرورة بناء مشروع وطني ناشنال ناشنال يربط ما بين وحدة الشعب وعناصر الهوية الوطنية بالجغرافيا هل هذا يفسح المجال أمام حل الدولتين أنا بالنسبة لي يعني ليذهب إلى الجحيم يعني هذا الحل إذا لم يكن هناك من إمكانية لقيامه وإن كان هناك من يرى حتى الآن أنه في ضرورة الاستمرار يتمسك بقيام دولة فلسطينية مستقلة كمشروع اعتراضي في المحافل الدولية ضد تقدم المشروع الصهيوني على أرض الواقع ولكن علينا أن نبدأ بالتفكير أيضا ببدائل وخيارات أخرى يمكن أن تكون جامعة لكل الفلسطينيين والشيء الجامع لكل الفلسطينيين هو أن الجميع يريد التحرر والخلاص من العنصرية ويريد أن يمارس حقه في تقرير المصير لذلك أنا أعتقد أن الهدف الذي يمكن أن يجمع عليه كل الفلسطينيين في المرحلة الراهنة هو النضال من أجل التحرر الوطني وتقرير المصير بصفته يعني حق الجمعي لكافة الفلسطينيين أينما وجدوا وهذا أيضا في سياق التواصل السعي من أجل تحقيق هذا الهدف في سياق التواصل قد لا ينفي استخدام موضوع الدولة المستقلة أو ما يسمى بسم حل الدولتين يعني كمشروع سياسي اعتراضي على المشروع الإسرائيلي ولكن في النهاية ليس هو المشروع الجامع لكل الفلسطينيين ويبقى قضية الأخرى المهمة وهي تحتاج إلى تفصيلات طويلة لأن يسمح الوقت فيها وهو كيفية أو ما هي إمكانية أن تبنى آليات وأساليب من التواصل والتشبيك بين الفلسطينيين بدون أو بالتجاهل الواقع القائم في الحركة الوطنية نفسها يعني في التعبيرات السياسية القائمة هذا الأمر أظهرت صعوبته تجربة المجموعات الشبابية منذ آذار الماضي وحتى الآن بمعنى آخر لا يمكن أن نقفز على الواقع القائم في الحركة الوطنية لوجود فصائل سياسية لا تزال تتقدم إلى حد بعيد المواجهة ضد الاحتلال وبشكل كفاحي ولكن يدفع أيضا إلى ضرورة أن نبحث عن وسائل لتطوير الحركة الوطنية بما هي حركة وطنية قومية للشعب الفلسطيني لا يمكن تبني مشروع وطني قومي بدون يكون فيه حركة وطنية قومية وهنا من الدعاة التفكير خاصة بالنسبة لمن يطرحون حل الدولة الواحدة أو الثنائية القومية أن يفكروا بهذا الموضوع يعني مشروع زي هذا يحتاج إلى حركة وطنية جامعة ولا يحتاج إلى حركة وطنية على جانبي الخط الأخضر لا يمكن التفكير بمشروع من هذا النوع بدون إعادة بناء الحركة الوطنية بحيث تتجاوز الخط الأخضر ولا يمكن الركون إلى حركة وطنية بدون العنصر الآخر وهو عنصر التمثيل الوطني السياسي للجميع كيف يمكن الحديث عن وحدة الشعب؟ كيف يمكن الحديث عن علاقة وحدة الشعب والهوية بالجغرافيا؟ وأن نتوقف بعد ذلك عن قضية التمثيل لنقول أن منظمة التعرير على سبيل المثال تمثل جزء من الفلسطينيين أو لا تستطيع أن تدعي تمثيل الفلسطينيين في مناطق 48 هذا الأمر بالتأكيد تترتب عليه تدعيات ولكنه على الأقل على مستوى الجدل والنقاش يجب أن يكون مطروح وإن كنت أزعم في مثل هذه الحالة أننا لا نتحدث في هذه الحالة عن بقاء شكل منظمة التحرير كما هو قائم حاليا عندما نتحدث عن بناء تمثيل وطني جامع لكل الفلسطينيين بحجم المشروع الوطني الجمعي لا يمكن إلا أن نتجاوز الأليات القائمة الآن وأن نبحث عن إعادة بناء حركة وطنية من خلال تواصل ما بين التعبيرات السياسية المختلفة للفلسطينيين في كل الوطن أي على جانبي ما يسمى الخط الأخضر ودون أن ينفي ذلك خصوصية كل تجمع فلسطيني وهي نابعة بالأساس ليس فقط عن الواقع الاقتصادي والاجتماعي بل عن طبيعة آليات الهيمنة والسيطرة التي تنتجها السلطة المحتلة يعني نفسها في نطاق التجمعات أخصد في نطاق فلسطين التاريخية حتى أختم أنا بعد هذه الأفكار السريعة أنا أعتقد أن المرحلة المقبلة ربما تكون إيجابية من زاوية أنه نشهد تطور جيل جديد من المجموعات الشبابية التي أخفقت أو تراجعت تجربته منذ أذار الماضي ولكنه عبر عن نشوق شيء جديد وهو المقدر على التفكير خارج نطاق آليات تفكير التقليد للحركة الوطنية ووسائل عملها وهذا الأمر سيتطور إن عاجلا أم آجلا وإحنا في المركز لدينا تجربة الآن في مشروع للتواصل وعقدنا ورشة جمعت مجموعات الشبابية في الضفة الغربية ومن الداخل ومع غزة ومع مجموعات شبابية في لبنان في جلسة سبقها تحضير طويل ورشات عمل وأظهرت هذه الجلسة كم يذهب هؤلاء الشباب في التفكير إلى أبعد مننا لأننا ننتمي للحركة الوطنية التقليدية ولازلنا أسرى إلى التفكير في الصندوق بهذا الشكل أو ذاك ولكنهم يذهبوا إلى أبعد مننا كثيرا وأنا متفائل بأن أشكال التواصل سوف تتطور وسوف تنطلق تنتقل من العالم الإفتراضي لا زال محصور مع الأسف في المجموعات الفيسبوك وهون طاقة ضيق لتنتقل على أرض الواقع شاءت الحركة الوطنية أم لم تشأ؟ ولكن أعتقد أنها ستكون قادرة على تجاوز الخط الأخضر وعلى تجاوز الحواجز مع الشتات وسوف تتطور في النهاية باتجاه خلق وعي جمعي بأهمية تبني مشروع بحجم الشعب الفلسطيني كله ومشروع قائم على ضرورة أن تكون استراتيجيات العمل السياسي المقبل نابعة من هدف تحرر الوطني وتقرير المصير شكرا